السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم درس جديد خاص بمستوى السادس بشدائي في رحاب اللغة العربية نس سماعي في المركبة الفضائية نبدأ على بركة الله انطلقت بنا المركبة الفضائية بعد انتهاء العد العكسي ظل القائد المركبة مشغولا بالتواصل مع القاعدة الأرضية وبعد ذلك أعلمنا بأن نجزنا أجواء الأرض وتخلصنا من جاذبيتها حين ذاك بدت لنا المركبة وكأنها تدور حول نفسها تجرأ بعض الركاب فسأل قائد عن السبب فأجابه المركبة تدور فعلا حول نفسها تماما كما تدور الأرض ولولا دوران الأرض حول نفسها لحمي شقها المواجه للشمس ولتجمد شقها الآخر من البرد ولهذا السبب صممت مركبات الفضاء لتدور حول نفسها فتحتدل حرارتها وقبل موعد نزولنا على سطح القمر وزع علينا القائد كتيبات فيها نصائح وتوجيهات ورجعنا أن نقرأها بإمعان أي نقرأها بتمعون وبإمعان أما أنا فقد استفدت من هذا الكتيب أمور عجيبة منها أن بدلة الرواد الفضاء لو تنخرق فإن شرين والأوريدام بداخلها ستنفجر لأن جسم يكون تحت الضغط الداخلي مصدره دقات القلب التي تضج الدم إلى العروق ثم إنني وجدت الكتيب يوصينا بالحضر من الاحتكاك بأي شيء حاد صيانة للبدلة من الخدش والتمزق كما أوصانا بعد من نزع الخوضة عن الرأس لا لتيسير التنفس فحسب بل وقاية من الهلاك والعمى ذلك بأن الأنسج الحية تجف حالا لو تظهر عاريا في الفضاء الخالي من الهواء ومن الغريب أجهزة البدلة الفضائية أجهزة البدلة الفضائية أنها تلبس فوق قميس دوغ شائين يتصرب بينهما الماء يعدل حرارة الجسم حين ذاك سألت القائد فيحافظ هذا الماء على اعتدال الحرارة قال القائد مبتثما إن ذلك يعمل على تكييف درجة حرارة هذا الماء تبريدا وتدفئه جهاز كهربائي صغير موضوع في الجراب المتصل بالبدلة يعمل على تنقية الهواء داخل الخوضة البلورية ويسر التنفس لا أخيفكم بأن هذه التحذيرات والوصايا أدخلت إلى قلبي الخوف غير أن ذلك سرعانا متسلاشا حين عرفتوا أن العملية الانطلاق من الأرض والنزول على سطح القمر قد ضبطتوا بدقة عجيبة هكذا أشرفت مدة السفر إلى سطح القمر على الانقضاء فخاطمنا القائد قائلا أيها السادة أيها السادة لقد تجاوزنا المنطقة المتساوية بين الجاذبية الأرض وجاذبية القمر وسننخفض سرعتنا وإلى ذلك الحين أرجوكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر